بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزائي المشاهدين قناة الالي في برنامجكم ملك وكتابة وبعدين ايه المطلوب ابراهيم اهلا بك يا مراش مهندس اهلا بك عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة ولا قبلين بتبص هالي برجعها لك لا الفكرة استاذ ابراهيم يعني احنا التزامنا مش هنجيب سيرة حد و هنجرب اه اكنك بتكلم نفسك انا قلتلك المسألة مش سهلة مش سهلة هي مش سهلة كمان علينا طبعا طبعا لكن احنا برضو هنعمل المعادلة الصعبة قوي احنا مش هنستدرج هنتمسك بأحبال الصبر و هنظل في تجربتنا حتى يرى الرأي العام ها الحقيقة لكن في نفس الوقت لا في حاجات مش هنعديها وفي حقوق مش هنقدر نتغاضى عن الدفاع عنها و ده اللي بيأكد سوابة مالك و اكتابة لانه الناس فهمت من دعوتنا للتهدئة المرة اللي فاتت لا ده جات لكم التعليمات لا ده البرنامج هي يختلف يا جماعة احنا التعليمات الزاتية من جوانا والضمير المهني الزاتي اللي بيحكمنا اتكلمنا عنه مرارا ومتكرارا من قبل الناس محد يتكلم على التهدئة وعلى ازادة الاحتقان وعلى لم الشامل وعلى الكلمتين اللي ماشيين اللي يومون دول في السوق المؤنس عدلي من اكتر من شهر تقريبا قالك ما تيجي نجرب ما جيبش سيرة حد وكل واحد ينشغل بنفسه ودعينا لكده ده توجهنا وده حرصنا لكن ما يتعلق بحقوق النادي الالي لا صمتة فيها ولا سكوت عنها بمعنى انه في حق للنادي الالي هندفع عنه بكل قوة وبكل احترام وبكل شكل منهجي محترم زي خط البرنامج اذا حضراتكم حافظينه اكتر مننا لكن لن نستدرج لن ننزلق لن نتهاتر لن نخرج عن السياق احنا بنقدر بشكل كويس قوي دورنا المهني ورسالتنا الاعلامية اللي المفروضة علينا واللي احنا ملتزمين بيها وكمان قبل كل ده ده اتساق مع النادي الاهلي اخيذ النادي الان